اشتركوا في القناة ونشهد أن سيدنا عبد محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأدقياء وأصحابه الرحماء الأقوياء أما بعد فيا عباد الله إن لله عليكم نعما فعظموها وإن عطاياه لديكم جليلة جشمة فأزلوها وأكرموها وأن مواهبه الوافرة لديكم غنيمة فابتدروها وابتنموها وأن الأزمنة في الفضائل متفاوتة فصلوها بالصالحات وأعمروها واجتهد في الأزمنة الفاضلة فوق المعتاد واكتسبوا من ذخائرها النفيسة ما ينفع يوم المعاد وقد علمتم فضيلة شهركم هذا بين الشهور وأنه تتسعب فيه الخيرات وتحط الأوزار وتتضاعف الأجور وقد استقبلتكم ليلة نصفه المخصوصة بالفضل العظيم والرحمة الصاملة والخير الجليل الجشيم وهي الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم قال عليه الصلاة والسلام إذا كان ليلة النصف من سعبان فقموا ليلها وصوموا يومها وفي رواية من صام النصف من سعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب جعلني الله وإياكم من المخلصين في العبادة الداخلين في قوله للذين أحسن الحسنى وزيادة الحمد لله الذي عظم بعض الليالي قدرا وأطلع لها في سماء الفضائل فخرا ونشر فيها أعلام نعمه نشرا وندب لعبادته البلاد الطرا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله عبده ورسوله ومتفاه أرفع العالمين قدرا وأوضحها فخرا أما بعد فيا عباد الله شمروا في سهركم هذا عن سعيد الجد والاتحاد وتزودوا فيه ليوم المعاد واقتنموا أيام العمر قبل النفاد وعظموا من سعبان ما عظمه رب العباد فتعرضوا رحمكم الله لنفحات ربكم فإن لربكم في أيام دهلكم لنفحات وتطحروا من قبيح كسبكم عسى أن تسعدوا بتلكم الرحمات وأعمروا مواسم الخير بالعبادة ولا تقصرها على الشهوة المعتادة فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة فالقيس من لم يزل عن الدنيا معرضا وإلى الله من خطعا ولكل خسلة توجب له محبة مولاه مصرعا جعلني الله وإياكم من السامعين الممتسلين وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يغفر الله لنا ولكم شكرا